نظام الكود السادس تسعة وتسعة وتلاتين من اقدم النظم في الترميز ويطلق عليه تلاتة من تسعة. هذه صورته. كود تسعة وتلاتين عبارة عن نظام خطوط متعددة السمك زي ما احنا شايفين. كان في الاول يستخدم في الحكومة الامريكية في ايضا في الاستخدامات الاسكرية الامريكية. بعدين صار متعدد الاغراض ويستخدم في الصناعة والتجارة. اه ليس هناك حدود لعدد الخواص التي يمثلها. يمكن فك شفرته بواسطة الانظم القرائة الكود السادقة. على فكرة يا جماعة النظام القرائة الكود اسمه QR. او الكود QR معناها آآ 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 كويك ريدر. سبعة كود تلاتة وتسعين او ما يسمى يعني النسخة المضغوطة من كود تسعة وتلاتين. الشفرات التامنة او الكود التامن الكود الخطي مزدوج الابعاد وهذا بنشوفه في يعني حديثا بدأ يكتر وينتشر. تو ديمانشينا البر كود. في منه قسمين البر كود متعدد الصفوف او المتراكم. مالتي رو. وفيه الكبر كود المناسب آآ بروبر تو دايمانشن. البر كود هذا بروبر تو دايمانشن بيكون شكله نسيجي او منقط زي هذا. اي في الـ data matrix وفي المكسي كود. آآ اذا آآ قد يكون شكله نسيجي آآ مثل النسيج. هذه يعني. او منقط مثل المكسي كود. عادة يكون آآ متريكس. هذا data matrix. مربع الشكل وتكون من خلايا صغيرة مربعة. يضع لونها ابيض او اسود. هو الشكل زي ما احنا شايفين مربع. وجوه بالداخل خلايا صغيرة مربعة. آآ قد تكون ملونة باللون الاسود او الابيض. يعني هنا الخانات يعني اللي بتفرج منتج عن منتج تاني او آآ آآ صنف عن صنف اخر. بكون في بعض الخلايا المضللة بال بالاسود. في المنتج التاني او في الصنف الاخر. يعني لو كان واحد من هذه الخلايا مش مضلل في مكانه بيعطيني آآ كود اخر. فلذلك بيعطيني على العديد الالاف من آآ الاكواد لمنتجات واصناف مختلفة. يعني لو كان هذا مضلل وهذا آآ ابيض زي ما احنا شايفين. ابيض 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 ابيض. مضلل الخامسة مضلل. بعدين ابيض 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 ابيض. بس اذا احنا في السطر الاول من فوق. فهو البر كود بيقرأ بعمل عملية سكاننج للبر كود. بيشوف المربعات المضللة او المربعات السوداء والمربعات البيضاء. ولذلك بيعطيني آآ كم مواسع آآ ليس بقليل من آآ تعداد البر كود. اذن هو يتكون من خلايا صغيرة مربعة لونها ابيض او اسود مثل الدياتا ماتريكس اللي احنا نسميه نسيجي. او النوع ماكسي كود اللي احنا شايفينه هنا. وهو عبارة عن مربع الشكل يتكون من نقط من نقط مربعة ايضا وخلايا دائرية. نقط مربعة زي ما احنا شايفين. وفي في النص خلايا دائرية. هذا اسمه ماكسي كود. وهذا النوع من التكويد يكون صالح تخزين معلومات اكثر يعني الماكسي اكثر من الكود التقليدي. سواء كان ماكسي او ماتريكس. يمكن استخدامه كملف بياناته على تفاصيل كثيرة وليس مجرد رقب للتعريف. ولا يحتاج لكمبيوتر هذا الـ لانه زي ما احنا شايفين انه يعني يعطيني مجال اني ادخل اكواد اكتيرة زي ما اقلت لكم لو كان جزء من هذه المربعات يعني هنا مضلل بالاسود وهذا ابيض اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض. خيارات كثيرة واحتمالات كثيرة جدا. ميزة هذا الكود انه لو يحتاج لكمبيوتر متصل بخط الهاتف عشان يستخلص المعلمات. فيه حاجة اسمها الكودة بلوك مش مذكور هنا فهي مش مطلوبة منكم. الكود التاسع بيسموه BDF 417 وهذا شكله. هو شكله زي الاكواد الـ EAN بالخطوط الطويلة وكمان مدمج معها المربعات زي الماتريكس زي الديتا ماتريكس. فهذا يعني بيشمل التنين. هو بار كود مزدوج الاتجاه يسمى بتخزين الاف الخواص تستخدمه بعض الويات في امريكا في اصدار رخص طيادة السيارات بمجرد ما يعني يمررها على الجهاز ويبين كل معلومات لهذا الشخص. ايضا يستخدموه في الرعاية الصحية ويستخدموه في سجلات المرضى في رعاية المتحدة. إذن اسم الكود BDF 417. النظام العاشر نظام التشفيذ للمجلات والدوريات. هنا ما لناش علاقة في الاغذية ولا في غيرها. انا بس بيبين لي انه بيستخدم في تكويد الكتب والمجلات والدوريات. بسموه انترناشنال ستاندار ستيريال numbering. اي اه لو اخذنا اختصار كل حرف بصير ISSN. لو شفته الكتب والمراجع اللي بتيجي من برة لازم يكون عليها رقم ISSN. نظام لتشفيذ مجلات لتخدم ليس فقط بيان السعر عند منافذ البيع. يعني مش بس عشان يشوف السعر. ولكن ايضا المساعدة في عمليات البيع والارجاع. المجلات المرتجعة ترد الى بائع الجملة. فيتم تمريرها على قرئ الشفرة. وبذلك يتم ماتماتيكيا تصحيح رقم المبيعات لهذا الشهر. وترد قيمة المتبقي الى البائع. يعني حتى مؤلف الكتاب بيعرف رقم المبيعات لهذا الشهر. او المكتبة صاحبة الاصدار الكتاب. او دار الطباعة اللي طبعت مؤسسة الطباعة اللي طبعت هذا الكتاب. بتعرف قديش الكمية انبعت. ولو كان في مرجع من خلال هذا البر كود وهذا الاس اس اس ان منظر. يتكون النظام الاي اس اس ان من هنا يتكون من 13 رقم زي النظام الاوروبي اي اي ان. اه يبدء الاي س اس ان بن رقم تسعمية وسبعة وسببين. بالاضافة لسبع ارقام لتمييز المجلة يأتي بعدها رقمين باقيين يخصصان للسعر. هذا هو اس اس ان. هذا الاس بي ان. مش مشكلة ان نشوف الاس بي ان وبعدين نرجع له. ده تلت ارقام تلت ارقام بيبدو من الشمال تسعمية وثمانية وسبعين. هذا تسعمية وسبعة وسبعين. بالاضافة الى سبع ارقام لتمييز المجلة. يجب السبع ارقام اللي وراها عشان يميز المجلة. واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هذا للمجلة. هذا الاس بي ان للكتب. الرقم احد عشر. هنتكلم لسه في الرقم عشرة نظام تشفير المجلات والدوريات. الدوريات يعني تصدر اه يعني بشكل دوري. هاي معناها. يعني كل تلات شهور كل اه ست شهور كل سنة. المهم في انتظام في اه الاصدار. يتكون نظام تشفير الدوريات ايضا. قلنا من تلات عشر رقم تبدأ بتسعمية وسبعة وسبعين. يعني لو تبدأ تسعمية وسبعة وسبعين بعرف انها دوريات وليست كتب. ده اسف دوريات ومجلات. اه. وليست كتب. السبع ارقام اللي بعد التلاتة هدول بكونوا رقم لتمييز المجلة. وبعدين بيجي بعدهم هاي صار اكم هاي تلاتة وسبعة عشر. بيجي بعدهم رقمين يخصصان للسعر. هاي عشان اصير اعرف سعر المجلة. وبعدين الرقم الاخير اللي في الاخر زي الانظام الاي اي ان هو بكون كود المراجعة. اللي اتعلمنا كيف نحسم. ممكن اضافة رقمين اخرين وخصصان لرقم الاصدار من المجلة. issue number. مثلا المجلات التي تصدر شهريا فان الرقم صفر ستة هدول على عدد اصدار بسموه عدد شهر ستة. عشان هيك ضاك رقمين بجانب الكود المراجعة. هذا بيقول يمكن اضافة هدول الرقمين سواء صفر ستة او صفر سبعة. يعني في اي شهر يعني. طبعا ممكن يكون صفر واحد صفر اثنين صفر ثلاثة صفر اربع على غاية اتناش. المواصفات الدولية التي تغطي هذه الشفرة اسمها ISO 3297 صدرت 1775. الشفرة الـ 11 نظام الترقيم للكتب. ISPN numbering. ISPN لو رحت على المكتبة وطلعت على الكتب اه الاجنبية او الكتب العربية اللي صدرت في الدول العربية. هنلاقي عليها رقم بار كود في اسفل الكتاب وهو موجود على الراف. هنلاقي عليها بار كود بالشكل هذي. هذو بسموه ISPN. ISPN اختصار لكلمات International Standard Book Numbering. يعني المواصفة الدولية لترقيم الكتب او نظام الترقيم الدولي للكتب. يعني معروف في كل دول العالم. يطلق عليه احيانا اسبن. اسبن او اسبن. اه شفرة فريدة لتعريف الكتب وخاصة في عمليات البيع. بدأ هذا النظام في بريطانيا سمت الستة وستين. وقتها اطلق عليه standard book numbering اسبن. وبعدين صار اسبن لانه صار دولي. سنة 1970. ايضا نطلق عليه احيانا بوكلاند. يعني وطن الكتب. اه كيف هذا النظام خلينا نعم نشوف الشرح تبعا. اه زي ما انتم محظين هاي البر كود. خطوط طويلة. الاول تلات ارقام قلنا هي رقم الكتاب تسعمية وتمانية وسبعين. هذا مخصص على الكتب. لو كان تسعمية وسبعة وسبعين بيكون مجلة او دورية. لكن تسعمية وتمانية وسبعين بعرف انه كتاب. طيب بعدين في رقمين هنا. حطتهم تحت كلمة جروب. الواحد وتمانية. اذا تبقى ان النظام الاوروبي اه الام تلات عشر تبدأ الارقام تسعمية وتمانية وسبعين. عارفنا هنا كتابة لها ارقام للتصنيف الاس بي ان. في هذا الكود عادة تكتب عشر ارقام على قمة الخطوط. وتلات عشر اسفلها. هنا في عشر ارقام فوق على القمة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ارقام. هذه على قمة الخطوط. وفي تلات عشر رقم اسفلها. ثلاثة واثنين خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش اثم عشر تلات عشر رقم. كلاهما يعني سواء البر كود قرأ اللي فوق او اللي تحت. كلاهما يعرفان نفس الكتاب. لكن هذا يعني حسب النظام. سواء قرأ اللي فوق او اللي تحت. اذا المجموعة في الرقمين اللي بعد الثلاثة هادول بيمثلوا مجموعة الكتاب من اي مجموعة. والخمس ارقام اللي بعدهم هادول ما هيو معلمهم باللون الازرق تسعة خمسة. الاربع ارقام اللي بعدها اللي هو سبعة خمسة اثنين خمسة هادولا بيرمزوا للبابليشر اللي هو الناشر. وبعدين الثلاث ارقام اللي وراها تايتل عنوان الكتاب. وبعدين الرقم الاخير تشيك ديجيت كود المراجعة. اذا كمان مرة هذا يستخدم في ترميز الكتب ويسمى نظام الايس بن او الايس بي ال. نظام التشفير الدولي للكتب. اول تلات ارقام من الاشمال. انه هادا كتاب. بعدين من اي مجموعة. بعدها برقمين. الاربع ارقام اللي وراها معرف الناشر. الكود ننبر للناشر. والتلات ارقام اللي وراها عنوان الكتاب. والرقم الاخير كود المراجعة. نوقف هنا ونكمل بعد.